الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن نهدى للناس وبينات من الهدى وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضاً على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولأعلكم تشكرون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سأر من المساعدة لماذا يتفضل الانتقال على المساعدة للمساعدة متفعية للفرسسية من أين أين أشبتهم من الأفريق من الأفريق وبينات الأفريق بإمكان العسر من المساعدة سورة وزراء المساعدة من الأفريق وهي ربما يكون هناك هجتهام إبراز ومسلمين فرانسي ونحن هناك أيضاً ونحن المعرفة المؤسسة وهي ربما يكون هناك هجتهام إبراز المسلمين حمامي حمدي هناك أيضاً وفضل أيضاً المعركة المنصرية العامة المشاركة المصرحة المدينة والخفراء المعركة المغربة بالفدراء المصرحة المصرحة المغربة الثانية الوظائر المعارسيين في المنزل الانيهوم في المنزل الاجباء في المنزل الانتنقص هذا المنزل الانتقص يجب أن يشعر البيان في المنزل المنزل الانتقصية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 الحادي عشر من شهر مارس لعام أربعةٍ وعشرين وألفين بحول الله جل وعلا وخلال هذه الفترة الموسومة بالإيمان والتقوى والأخوة نتقدم بأصدق التهاني وأطيب الأمان للأمة الإسلامية عموما ولجاليتها بفرنسا خصوصا بحلول هذا الشهر الكريم راجين من الله تعالى أن يكتبنا جميعا من العتقاء وأن يلهمنا رشدنا لنكون من المخلصين الأبرار وأن يبلغنا رمضان ويكتبنا من أهل الجنان وأن يعزز روابط الأخوة وأداء شعائر هذا الشهر المبارك في وحدة وأخوة وأن تكون مصدرا للتآلف والاحترام المتبادل والتعايش المشترك أينما حللنا وارتحلنا بإذن ربنا كما ندعو الله جل وعلا أن يعجل بوقفٍ فوريٍ لإطلاق النار بغزة العزة يا رب العالمين لرفع معاناة وآلام المدنيين ضحايا القصف والجوع والتهجير القصري فاللهم اجعل فلسطين غزة ملاذاً آمناً لأهلها وارفع عنهم البلاء والداء والأمراض والأسقام يا رب العالمين وارزقهم الأمن والأمان والسلم والسلام اللهم اشف مريضهم وداوي جريحهم وارحم ميتهم يا رب العالمين اللهم افتح على أهلنا بفلسطين أبواب الحرية والتحرر أبواب الحرية والتحرر لبناء دولتهم المستقلة كغيرهم من البلدان الأخرى عاصمتها القدس الشريف عاجلاً غير آجل يا رب العالمين نسأل الله تعالى أن ينعم على بلادنا هذه بفرنسا في هذا الشهر المبارك بالأخوة الصادقة والأمن المستدام والسلم والسلام المنشود بين كل الطوائف المختلفة والمجتمعات المتباينة الله أكبر اللهم أهل علينا رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى ربنا وربك الله ربنا وربك الله وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فاللهم آمين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله بك ورحمة الله يا شخص بارك liban شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة